الناشطة السياسية التونسية فاطمة جغام ورفاقها يؤيدون سيطرة الرئيس التونسي على الحكم لكنها قالت انهم سيواصلون الضغط عليه اذا لم يتم الوفاء بمطالبهم وابرزها لاستفتاء على الدستور نحن من اعطيناك يا قيسس عيد المشروعية وانت استندت عليها بالفصل الثمانين او غير الفصل الثمانين الان فيما لحظة اخرى ماذا يمكن اليوم ان نقدم لهذا الشعب من اجل ان يخرجوا من هالأزمة هذه انتظارات برشا استفتاء ليل الالتفاف بينسيغ معنى انت لغيرك معنى بشلتف اليوم على مشروعية الشارع التونسي واضافت جغام البالغة من العمر ثمانية واربعين عاما ان المطالب تمثلت في الاطاحة بنظام الحكم الفاشل برمته خصوصا البرلمان الذي تقوده عصابات حزب النهضة واتلافاته كانت جغام واحدة ممن نظموا موجة الاحتجاجات في المدن التونسية في الخامس والعشرين من يوليو تموز والتي استند اليها الرئيس قيسس عيد في وقت لاحق من ذلك اليوم عندما اعلن اقالة رئيس الوزراء وجمد البرلمان واوضحت جغام ان الاحتجاجات في ذلك اليوم لم تكن مدعومة من اي حزب سياسي لكن من نظموها هم نشطاء مثلها على وسائل التواصل الاجتماعي وتلعب الناشطات على غرار مجموعة جغام دورا بارزا على كل الاصعدة ممن عكس على صورة تونس كرائدة لحقوق المرأة في الدول العربية وقالت ناشطة اخرى هي امنة ساحلي والتي شاركت ايضا في احتجاجات الخامس والعشرين من يوليو تموز ان دور المرأة في الاحتجاجات تغير بشكل جذري وان السيدات لم يعدنا ينتظرنا قيادة الرجال بينما قال المحلل السياسي بل حسن يحيوي ان المشاركة القوية والفاعلة للسيدات في الاحتجاجات الاخيرة جعلت هن اشبه بالايقونات المرأة في حركة الاحتجاجات الاخيرة كانت تمثل ربما احدث عن ايقونات لهذه الحركات الاحتجاجية كنا في اوائل الصفوف وكنا اكثر تعرضا للتنمر والاكثر تعرضا لعصى الفوليس والاكثر رفعا للشعارات التي يمكن ان نكون انها اكثر تطرفا يعني يذهبون الى الاقصى وكشفت المظاهرات عن موجة غضب تراكم على مدى سنوات بسبب الركود الاقتصادي والشلل السياسي واحتدم بفعل انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة